الحوار أصل إسلامي ثابت أصل إنساني لا غنى عنه لتحقيق السلام والتعايش والبحث لمعرفة الحق علما وعملا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الحوار في الإسلام إعداد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية حوار بين الدكتور أحمد عبد الرحيم ومحمود سالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بحضراتكم معنا وحوار جديد بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن حوار سيدنا موسى عليه السلام في القرآن الكريم وتكلمنا عن حواره مع قومه في قصة ذبح البقرة إلى أين سيأخذنا اليوم حوار نبي الله موسى في القرآن الكريم؟ هذا ما سنعرفه مستمعين العزاء عندما نواصل الحديث مع الدكتور أحمد عبد الرحيم الباحث بمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أستاذ اللغة العربية واللغات الشرقية دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى أين سيأخذنا حوار نبي الله موسى في القرآن الكريم في حلقة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعي نكمل اليوم حوارات موسى عليه السلام في القرآن ونتكلم عن حواره وأخيه هارون مع فرعون وقد جاء هذا الحوار كاملا في قول الله تعالى في سورة طاها إذ هبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولئنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تكلمنا فيما سبق عن الحوار مع الموافق كحوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة وكذلك الحوار مع المخالف كحوار إبراهيم عليه السلام مع قومه في عبادتهم للأصناه والحوار مع الجاهل أيضا كحوار موسى عليه السلام مع قومه في قصة ذبح البقر نعم اليوم سنتي إن شاء الله إلى ربما نوع آخر من أنواع الحوار يعني كما يبدو ليه هو حوار مع العدو نعم هو حوار مع العدو لأنه فرعون نعم فلم يكن فرعون مخالفا لموسى عليه السلام إنما كان عدوا ظاهر العداء كان طاغيا كما وصفه الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طاغ وقد يقول أحدنا عن أحد أنه طاغ أو ظلم لكن علمنا بظلم الغير أو طغيانه سيبقى قاصرا أما فرعون فالله سبحانه هو من وصفه بالطغيان نعم لذلك فقد كان في أشد درجات الظلم والفساد بل ومجاوزة الحد فيهما ومع ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام وأخيه هارون أن يحاوره نعم ولكن مع هذا السياق دكتور أحمد ما هو أول شيء نرى في المحاورة مع العدو خاصة من خلال حوار سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون الحوار هنا لوحة مكتملة لبيان مبادئ الحوار بصورة نعم تحديدا كما ذكرت مبادئ الحوار مع العدو نعم المبدأ الأول الخلق الحسن نحن مأمورين من الله بحسن الخلق في بيان الحق والدعوة إليه يظهر ذلك هنا من قول الله تبارك وتعالى فقول له قولا لينا لينا نعم ولا يعني حسن الخلق الضعف أو الخوف وهذا ظاهر في الآيات نعم لأن الله قال آمرا موسى عليه السلام وهارون في بداية الآيات أن اذهب نعم ولا يمكن أن يذهب لعدوه ليحاوره إلا القوي الشجاه نعم وليس الضعيف الجبه إذن المبدأ الأول هو الخلق الحسن ماذا عن المبدأ الثاني من خلال هذه المحاورة أو في هذه المحاورة؟ وإن كان مع فرعون إلا إننا نرى المبدأ الثاني كان ترك الحرية للمحاور في بيان حجته نعم يظهر ذلك من نفس الآيات السابقة فقول له قولا لينة نعم فجاءت كلمة لينة كوصف للقول في الآيات الكريمة ولم تأتي كلمة غيرها كقول حسن أو قول سديد نقف وقفا هل هذه الكلمة دلالة في الحوار؟ نعم دلالات وليس دلالة واحدة نعم وما ينبغي أن تكون عليه المحاورة حتى مع العدو فاللين عكس التعصب فإن تعصبت على من تحاوره فلن تعطي له فرصة لإبداء وجهة نظري نعم وهذا ما لا يقبله الإسلام ولا يرضى أن يكون بالحوار مع الغير نعم فكلمة لينة لا تعني فقط الأدب في القول وإنما تعني كذلك عدم التعصب والصبر على من تحاوره ليبدي رأيه وحجته وإن كان ذلك قد أمر الله به مع فرعه فكيف بغيره؟ ولذلك تقول العرب النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جلالا المبدأ الثالث المبدأ الثالث الأولوية في الحوار فقد قال تعالى بداية اذهبا إلى فرعون ولم يقل اذهبا لقوم فرعون وما يدلالت ذلك؟ فرعون هو الرأس ودائما لو صلح الرأس لصلح الجسد كما يقوله فلو اهتدى فرعون فهداية قومه ستكون أيصر ولا شك والأولوية هنا كذلك أولوية في الدعوة كما وجدنا مع إبراهيم عليه السلام فقد بدأ بأبيه ثم قوم قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هل هناك مبدأ آخر من مبادئ الحوار متعلق بما نتحدث فيه دكتور أحمد؟ عدم اليأس ممن تحاور انتبه نحن نتكلم عن فرعون الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه طغى ورغم ذلك نرى عدم اليأس ممن نحاور يظهر ذلك في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى فكلمة العلا في العربية تعني الترجي في الشيء المحبوب فمع أن الله تعالى قد قدم القول لموسى عليه السلام بأن فرعون قد طغى مع ذلك يقول اذهب إليه لعله أي اذهب وفي نفسك أمل ورجاء أن يتذكر أو يخشى بمعنى أن يتذكر كم أنعم الله عليه وأعطاه ملكا أو أن يخشى من عقاب الله الذي سيقع به حينما يصر على كفره وقد كان هنا إشارة دقيقة إلى أن المحاورة لابد أن يقدم حسن النية مع من يحاوره أيا كان وأن يتمنى له الخير بإخلاص ولا يبدأ المحاور وفي نفسه اعتقاد بعدم فائدة الحوار فإن كان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى عليه السلام بالذهاب لفرعون وعدم اليأس من أنه قد يستجيب للحق فكيف بمن هو أقل من فرعون وهذا في الدعوة إلى الله أمر هام للغاية وللأسف قد يغفل عنه الكثيرون مع أنه واجب ضروري في الدعوة لله بالحكمة كما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة كما أن رجاء الخير لمن تدعوه وتحاوره هو أيضا من إقامة الحجة عليه وكان كذلك جميع رسل الله القدوة والمثال الأكمل في دعوتهم لقومهم وفي رجاء الخير والهداية لهم قال تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أتمنى أيضا أن نقف وقفه عند قوله تعالى يتذكر وهذه تأتي دائما صحيح تتردد في القرآن الكريم كثيرا الإنسان يتذكر شيئا قد نساه وسبق له معرفته وفرعون لم يكن بيوم يعرف الله أبدا ولم يذكر ولا آمن به فكيف يقال له يتذكر وهذه لفتة قرآنية بلاغية بلاغية نعم أن الفطرة السليمة بلا أي تأثير خارجي ستقود الإنسان ولابد للحق والإيمان وهذا نجده في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلي يعني هذه المبادئ دكتور أحمد التي استمعنا إليها من حضرتك عن الحوار حوار موسى عليه السلام مع فرعون هل هناك مبادئ أخرى نستطيع أن نشير إليها قبل انتهاء هذه الحلقة الاستعداد للحوار لا ينبغي أن يتصدر للحوار من ليس مستعدا له أكيد أو ليس له علم كامل بموضوعه ولذلك هنا ننتبه أن الله تبارك وتعالى في هذا الحوار قد أمد موسى عليه السلام وأخاه هارون بالقوة حينما استشعر أنهما غير مؤهلين للحوار قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطلعنا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذا من ناحية الاطمئنان الذاتي للمحاور أو الثقة بالنفس أما من ناحية أن تقدم لمن تحاوره تعريفا أو دليلا على أنك أهل لهذا الحوار وتجعله يسمع لك فقد وجدنا الله تعالى أمر موسى وهارون عليهم السلام أي يقول لفرعون أول ما يقولاني له أنهما رسولان من الله تبارك وتعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ثم بعد ذلك بآيات نجد قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك فهل هناك أقوى دعما وحجة وتقوية للمحاور من أن يكون كلامه وأدلته من عند ربه عز وجل كل الشكر والتقدير لك دكتور أحمد عبد الرحيم الباحث بمركز الدوحة الدولية لحوار الأديان أستاذ اللغة العربية واللغات الشرقية شكرا جزيلا لك دكتور أحمد شكرا لك وشكرا لكم مستمعين العزاء غدا إن شاء الله تعالى حوار جديد نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لن نصل للحق إلا إذا تعلمنا ولن نتعلم إلا إذا تحاورنا ولن نتحاور إلا إذا اختلفنا الحوار في الإسلام إعداد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية حوار بين الدكتور أحمد عبد الرحيم ومحمود سالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة